موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية يهدى ملك المغرب بعيد العرش رئيس الوزراء يجري اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة المحافظ بالماضي يناقش تدخلات منظمة اليونسيف في حضر موت موسيقى بداية النشر أهلا بكم بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية برقية عزاء وموساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وذلك في وفاة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير السعود مستشار خادم الحرمين الشريفين وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس عن خالص التعازي وأصدقها لأخيه خادم الحرمين الشريفين في هذا المصاب الأليم سائلنا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم العائلة المالكة الكريمة الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية بارقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس مالك المملكة المغربية هنأه فيها بمناسبة احتفال بلده الشقيق بذكرى عيد العرش وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وعضاء المجلس عن خالص التهاني وأطيب التبريكات لجلالته بهذه المناسبة متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولحكومة المملكة المغربية وشعبها الشقيق التطور والازدهار في ظل قيادته الرشيدة وأشاد فخامة الرئيس بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والموقف المغربي الثابت إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته الشرعية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن فرج سالمين البحسني برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى العقيد سالم مبارك بن غانم مدير أمن مديرية رخية في محافظة حضر موت وأشاد عضو المجلس أو مجلس القيادة الرئاسي بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وما قدمه خلال مشوار حياته من تضحيات جسيمة في سبيل استقرار الأمن مؤكدا أن رحيل الفقيد يمثل خسالة على حضر موت والوطن بشكل عام وأعبر اللواء الركن البحسني عن خالص تعزه وبواساته لأفراد أسرة الفقيد الكريمة وإلى زملائه ورفاق دربه في السلك الأمني سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر وسلوان إن لله وإن إليه رجعون وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن فرج سالمين البحسني بحفظ الله ورعايته صباح يوم أمس إلى مدينة المكلة وذلك بعد أن أنهل والركن البحسني جولة خارجية شاملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تضمنت لقاءات مع قيادات في التحالف العربي أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس الوزراء وزير ديوان الرئاسس وشيخ منصور بن زايد النهيان رئيس الوزراء قدم خلال الاتصال خالص التعازي وعظيم المواساة إلى الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في وفاة ممثل حاكم أبو ضبي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعيد بن زايد النهيان منوها بما قدمه الفقيد من عطاء وإخلاص لخدمة وطنه وقدم الدكتور معين عبد الملك التعازي والمواساة لأخيه نائب رئيس دولة الإمارات وعموم النهيان الكرام في هذا المصاب الأليم سائلنا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وأعرب نائب رئيس دولة الإمارات من جانبه عن جزيل شكره وتقديره لما أبداه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك عن شعور أخوي صادق عبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين راجيا لليمن وشعبها السلام من كل شر بحث وزير الدفاع الفريق روكين محسن الدعاري اليوم مع نظيره وزير الدفاع الغامبي سيرينغ مودينجي عددا من الموضوعات دات الصلة وصبلي تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي وأشهد الوزير الدعاري خلال لقائه الوزير الغامبي على هامش مشاركته في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية IDF المنعقد بمدينة إسطنبول التركية بالخطوات السياسية والاقتصادية التي تخطوها غامبيا قاب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمار الإرياني ومحافظ حضر موت الأستهد مبخوت مبارك بالماضي أمس بالمكلة بزيارة لمؤسسة حضر موت تنمية بشرية اطلع خلالها على نشاط المؤسسة ودورها التنويري في مجال رعاية العلم واستمع الوزير والمحافظ من المدير العام التنفيذي للمؤسسة المهندس طارق علي بالخشر إلى شرح حول نشاط المؤسسة في دعم التعليم ومساندة جهود التنمية بالمحافظة مشيدا بمواكبة السلطة المحلية للفعاليات التاريخية والثقافية والسياحية وآخرها النجاح الباهر لمهرجان البلد السياحي 2023 وشهد الوزير والمحافظة عرض فكرة الاهتمام بالمواسم السياحية والاثرية والثقافية بهدف الإسهام في تحريك الواقع السياحية والحفاظ على الموروث الحضاري الذي تزخر به حضر موت في سياق مؤكبة اهتمامات السلطة المحلية بهذا الجانب واستعرض الإعلاميان شابهان عبدالله برعية وسالم حاتم فكرة العرض بعنوان مواسم في حضر موت حيث انبثقت فكرتها في ضوء النجاح الباهر لموسم نجم البلدة 2023 وتهدف إلى تحسين البيئة السياحية والاقتصادية كما تناولت هذه الفكرة الاهتمام بعدد من المناسبات التاريخية والسياحية التي حرصت السلطة المحلية على الاحتفال بها وتطويرها وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإيريانية موساندت وزارته لمشاريع تطوير واحياء المورث الشعبي والتاريخي والثقافي الذي تقوده السلطة المحلية بحضر موت مشيدا بالاطروحات الشبابية للاستفاذة من الأجواء المتاحة مع الاهتمام بدراسة تفعيل دور الشباب والأيد العاملة في مختلف الأنشطة والفعاليات ناقش محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي اليوم بالمكلة مع فريق منظمة اليونسيف باليمن برئاسة مدير مكتبها شفيق الرحمن تدخلات المنظمة في مجال دعم قطاعات التعليم وصحة والمياه وتطرق اللقاء الذي حضره مدير مكاتب التربية والتعليم أمين بعباد والصحة العامة والسكان الدكتور محمد الجمحي والمياه والصرف الصحي عمر الجفري ومدير مكتب المنظمة بحضر موت الدكتورة فوزية غرامة إلى الأعباء التي تواجه هذه القطاعات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتنامي الاحتياج القائم لتمكينها من الاستمرار في مواكبة تقديم الخدمات للمواطنين وثمن محافظ حضر موت ما تقدمه منظمة اليونسيف من جهود في سبيل تقديم الدعم للقطاعات الحيوية لافتا إلى ضرورة مؤصلة الدعم للقطاعات الأكثر ارتباطا بالمواطنين وأكد مدير مكتب منظمة اليونسيف باليمن من جانبه حرص المنظمة واهتمامها على متابعة مجالات الدعم في التدخلات الصحية والتعليمية وفي قطاع المياه والصرف الصحي معربا عن الارتياح لما لمسه الفريق من اهتمام ورعاية من السلطة المحلية في سبيل تذليل مشاريع المنظمة وإنجاحها بحضر موت مؤكدا أن المنظمة ستعمل على تعزيز مجالات التنسيق والتعاون مع القطاعات المختلفة بما يقفل تأمين المساعدات في المجالات المدعومة أعلنت قوات خفر السواحل بمحافظة حضر موت أمس السبت انتهاء موسم نجم البلد السياحي للعام 2023 للميلاد وسحب القوة المشاركة في الخطة الأمنية الميدانية لتأمين الشريط الساحلي من شواطئ المحافظة وقال قائد قوات خفر السواحل بحضر موت مقدم بحري أو مقدم بحري عمر الصاعي لقد قدمنا خلال موسم نجم البلد هذا العام شهيدا من فرق البحث والإنقاذ بقواتنا الجندي أحمد خالد بنافع الذي يعد من خيرة الجنود وأكثرهم انضباطا والتزاما في أذاء الواجبات والمهام العسكرية معبرا عن أسفه وحزنه بأن تفقد قوات خفر السواحل أحد جنودها المنضبطين مؤكدا أن رحيل الشهيد بنافع يمثل خسارة على خفر السواحل وقوات النقبة الحضرمية بشكل عام وأوضح المقدم الصاعي أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت خلال خطتها الأمنية من إنقاذ حياة 34 شخصا من حوادث غرق على امتداد الشريط الساحلية من مختلف مديريات المحافظة والوافدين من المحافظات الأخرى وبين أن قوات خفر السواحل أنقدت ثلاث حالات غرق قبل الموسم معربا عن أو معبرا عن استيائه وحزنه العميق بتعرض شخصين لحوادث غرق قبل بدء الموسم وأوضت بحياتهما حيث تم العثور على جثة إحداهما والأخرى قيد البحث ختام النشرها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ مالك المغرب بعيد العرش رئيس الوزراء يجري اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمحافظ بن ماضي يناقش تدخلات منظمة اليونسيف في حضر موت ولمتابعة المزيد من نجلاتنا الإخبارية يرجى زيارة حسابتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديفيزيون حضر موت في أمان الله ديفيزيون حسابتنا على مواقع التواصل الاجتماعي